الفيديو ده مهم لكل مريض سكر ومهم لكل شخص بيرعى مريض سكر تابعوني بعد الفاصل السلام عليكم معكم الصيدالي حازم مونير ورسالة جديدة من أجل توعية المرضى والأصحاء ورسالتنا اليوم بعنوان كيفية العناية بقدم مريض السكر فيه رقم ترددت وأنا بكتب الحلقة أقوله ولا لأ لأن تعودت إن أكون مبشر مش منفر ولكن قررت أذكره عشان تعرفوا إن العناية بالقدم لمريض السكر أمر إلزامي مش اختياري فالرقم هو إن كل 30 ثانية بتمر علينا في مريض سكر بيفكت قدمه في العالم وده رقم مرعب ولكن المبشر إن بخطوات بسيطة تقدر تتجنب الموضوع ده بداية لو السكر ظل مرتفع لفترات طويلة ده ممكن يؤدي بعد فترة إلى اعتلال في الأعصاب وده أحد مضاعفات مرض السكر فاعتلال الأعصاب في القدم ممكن يؤدي إلى عدم إحساس المريض بالجروح وده ممكن يؤدي إلى ظهور كرح في القدم وممكن يصحبها عدوى بكتيرية أو فترية اللي ممكن تتطور لو لم يتم علاجها إلى غرغرينة وتستلزم البتر لقدر الله لكن لو عملت العشر خطوات البسيطة دي هتحمي قدمك وتعيش حياة سعيدة وسحية رقم واحد غسل وتنشيف القدمين يوميا مهم جدا تخسل قدمك يوميا بماء فاتر وصابون والصابون يكون لطيف مش قوي وتنشف القدم جيدا بفوطة نعمة ويا سلام لو تحط لوشن بعد تنشيف القدمين عشان تتجنب تشققات القدمين بالأخص في فصل الشتاء النصيحة سهلة وبسيطة لكن كتير مننا مش بينفزها وبالأخص لما بنتوضع عشان نصلي كتير مننا مش بينشف قدمه والمية اللي هتبقى على القدم دي بيئة خزبة للبكتيريا والفطريات اتنين فحص القدم يوميا وده شيء ممكن مريض السكر يعمله بنفسه او الشخص اللي بيرعاه يقوم بهذا الفحص والغرض من الفحص ده انك تتأكد ان ما فيش اي جفاف او تشققات في القدم او احمرار او جروح او خدوش او كرح لان زي ما قلنا ان اعتلال الاعصاب ممكن يخليك ما تحسش بالجروح دي فلازم تفحص بعينك قدمك يوميا تلاتة الاعتناء بأظافر القدم حاول دايما لما تقص أظافر القدم تقصها بعد الاستحمام عشان تكون لينة واستخدم القصافة ودي بلغتنا المصرية فاللي مش عارفها هي اللي في الصورة دي ولا يفضل استخدام المقص لانه بيعرضك للجروح وبعد ما تخلص استخدم المبرد وحاول تتجنب قطع اي جزء من الجلد بالاخص في زوايا الاظافر اربعة اختيار الشراب او الجوارب والحزاء المناسب بمعنى شرابك يكون من الصوف او الكتن وتغييره على الاقل مرة يوميا ولو انت بتعرق كتير يبقى تغيره اكتر من مرة في اليوم ومهم جدا حزاءك يكون مقاسه مناسب وبلاش الصندل او الشبشب اللي بيفصل الصباع الكبير عن باقي الاصابع لان النوع ده دايما بيسبب جروح خمسة ممنوع من عمبتة تمشي داخل المنزل بدون شبشب لان زي ما قلتلك ان الاحساس في القدم بيكون ضعيف فلو مصمار او بقايا قطعة زجاج او حتى حبة رمل ممكن يسببه جرح بدون ما تشعر ستة ودي من اهم النصايح انك تتحكم في مستوى السكر بحيث يكون مستوى السكر الصايم ما يزيدش عن 130 والسكر اللي بعد الاكل بساعتين ما يزيدش عن 180 والسكر التراكمي او مخزون السكر زي ما بيطلق عليه في بعض الدول العربية يكون اقل من 7% وده هيتحقق عن طريق الاكل الصحي والرياضة والدواء الموصوف من قبل الطبيب ده بالاضافة الى ان القناة مليئة بالحلقات التوعوية الخاصة بهذا الامر سبعة تنشيط الدورة الدموية في القدمين وده عن طريق انك لما تجلس حاول رجلك تكون مرتفع عن سطح الارض وكل يوم حاول لمدة 5 دقايق 3 مرات في اليوم تحرك صوابع رجلك وكعب القدم وانت بنفسك او لو في حد بيرعاق تعمل مساج اثناء دهان اللوشن اللي قلنا عليه تمانية لو مدخن حاول تمتنع عن التدخين لانهم وجدوا ان في علاقة ما بين التدخين والسكر والقدم السكري تسعة ممارسة الرياضة ممارسة الرياضة امر مهم جدا ولكن حاول تتجنب اي رياضة يكون فيها ضغط على القدمين لذلك السباحة والمشي انا بعتبرهم افضل نوع من الرياضة ولكن بعد السباحة تنشف قدمك كويس واثناء المشي تكون لابس حزاء مناسب عشرة المراجعة الدورية لطبيبك الخاص انا قلتلك ان انت هتفحص قدمك كل يوم بنفسك لكن هتراجع طبيبك مرة على الاقل كل سنة لفحص قدمك وده تبقى لتوصيات الجمعية السكر الامريكية ولكن لو حصل اي حاجة من اللي هقولهم دول لازم تراجع طبيبك فورا وما تستناش ان يمر سنة رقم واحد تعرض القدم او الصاق لاي ضرر حتى لو كان ضرر بسيط اتنين وجود ألم مستمر في القدم تلاتة ظهور اي جرحة او قرحة في القدم حتى لو كانت صغيرة اربعة ظهور اي حمرار او انتفاخ في القدم او حول الاظافر خمسة الشعور بالتنميل المستمر لان دا يدل على وجود اعتلال بالاعصاب ستة وجود حكة او جفاف مستمر في القدم سبعة تغير لون الجلد في اي منطقة في القدم لو حصل اي حاجة من السبع حاجات دول لازم تراجع طبيبك فورا ما اعتقدش فيه اغلى من رجلك خطوات بسيطة تقدر تحمي نفسك بيها وشف الله جميع مرضى السكر والقدم السكري ادعموا المحتوى الجيد وشاركوا الحلقة في كل مكان واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس كان معكم الصيدالي حازم منير القاكم على خير يوم الجمعة القادم بعد صلاة الجمعة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة